مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب إذا أردنا أن نلخص حياة الرب يسوع المسيح في كلمات بسيطة فكيف نصف حياته؟ قد يقول البعض أن حياة المسيح هي حياة صانع المعجزات يسوع الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس وقد يقول آخر أن يسوع عاش حياة في سلام كان محبا للكل وأكرم الكل وصنع آيات مع الكل ولم يفرق بين إنسان وآخر وقد يقول آخر أيضا أن يسوع لم يحمل سيفا لم يقتل إنسانا لم يجرح إنسانا لم يقم بغزوات وأعلم حتى ضد حمل السيف وقد يقول آخر أن يسوع تتلخص حياته في عبارة بسيطة أنه أحب ووضع نفسه حتى الموت من أجل أحبائه وكل هذه الأوصاف هي أوصاف حقيقية تعبر فعلا عن حياة رب المجد يسوع المسيح لكن من وقت الآخر نسمع البعض يحاول أن يشوه حياة المسيح هو لا يريد أن يشوه حياة المسيح في حد ذاتها هو يريد أن يبرر حياة من يدبعه فيقول أن المسيح قال أنه قد جاء لا ليلقي سلاما بل سيفا على الأرض وأن المسيح أيضا قد قال وأما أعدائي الذين لا يريدونني أن أملك عليهم فيتوا بهم هنا واقتلوهم وأن المسيح قال لتلاميذه أنوا بيعوا أثوابكم واشتروا سيفا فهل فعلا المسيح كان رجل سلام وعلم بالسلام أم أن المسيح كان يحمل سيفا واستخدم سيفا وحرد تلاميذه على حمل السيف عش كده أنوان حلقة اليوم هو السيف وذبح الأعداء في تعليم المسيح السيف وذبح الأعداء في تعليم المسيح المسيح والسيف هل كان يسوع يحمل سيفا ما عندناش أي دليل من الأنجيل الأربعة أن يسوع كان يحمل سيفا كان التلاميذ يحملون لا سيفا لكنها عبارة عن بعض السككين اللي بيستخدموها في الصيد وأيضا في ترحالهم من مكان لمكان زي بطرس وغيره لكن لا يوجد عندنا دليل واحد أن المسيح حمل سيفا وايس حتى حمل بطرس أو غيره كان ده جزء من المجتمع اليهودي هل انتقم يسوع لنفسه؟ هل توجد إشارة في العهد الجديد في الأنجيل الأربعة؟ أن يسوع انتقم لنفسه أن هؤلاء الذين كانوا يعادونه وكانوا أيضا يهزؤون به وكانوا يرفضون تعليمه وكانوا يتحدونه في العلن وفي الخفاء هل انتقم منهم؟ هل أرسل أحد تلميذ إلى أحد منهم ليقتلهم؟ حتى يصمت هذا الصوت هل انتقم لنفسه؟ لا نجد أي دليل كتاب المؤدس بيقول لنا بكل وضوح أن يسوع لم يفعل هذا بل قصب مردودة لم يغزف وفتيلة مدخنة لم يطفئ كان يسوع رجل سلام فهو الذي قال لتلميذه توبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون فالانتقام ليس واردا في فكر يسوع على الإطلاق وليس جزء من حياته هل حر التلميذ وأمرهم على الانتقام وحمل السلاح؟ هل توجد آية فيها المسيح قال لتلميذه من الآن فصاعدا ينبغي أن تحملوا السلاح وأن تدافعوا عن أنفسكم وأن تقتلوا كل من يعاردكم وكل من لا يؤمن بي لا نجد لا يمكن لإنسان عاقل بيقرى الأنجيل الأربعة أن يصل إلى هذا الكونكلوجين أو الملخص فيسوع لم يحرد تلميذه على القتل ولم يأمر تلميذه على حمل السلاح ده بالعكس ده قال لبوتروس لما بوتروس خرق سيفه وأطع أذن عبد رئيس الكهنة قال له ضع سيفك في غمدك لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون وانتهى الرب يسوع بوتروس لا نجد لا نجد نهائي هل بسبب تعليم المسيح قتل الناس البعد صعود المسيح وبسبب تعليمه كنيسة تبنت فلسفة القتل والغزو وقتل المخالف وذبح الأعداء لا نجدها بالعكس ده تلاميذ المسيح كلهم فيما عدا يحن الذي نفي في جزيرة بطموس كلهم قد قتلوا وذبحوا واستشهدوا من أجل المسيح بل الثلاث كرون الأولى من المسيحية هي كلها كانت قتل للمسيحيين وتعذيب لهم واستشهد الآلاف من المؤمنين في كل مكان فلم يكن تلاميذ المسيح يحملون سيفا ولم يقوموا بغزوات ولم تكن تعليم المسيح محردة بصورة أو بأخرى على أي نوع من أنواع العنف على أي نوع للعنف اللفظي ولا العنف الجسدي ولا أي نوع من العنف ده بالعكس أحب أعدائكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى موغديكم دي تعليم المسيح فلما نيجي عند المسيح والسيف لنجد أبدا هناك علاقة بين المسيح والسيف وما ليه الآيات اللي بيستخدمها للإخوة المسلمين من وقت للتاني وكأننا لا نفهم شيئا عن يسوع ولا نقرأ في الكتاب المقدس وهم يعني يستشهدون بآيات ويقولون أنظر يسوع قال هذه الآية ويسوع حرر تلاميذه على هذا الفعل مش كده النهاردة هاخد في الحلقة دي سمتها آيات السيف والذبح كويس واللي يقرأ الأنجيل يقدر بسهولة لأنه الآيات دي موجودة وتقدر تعد المرات اللي جي فيها ذكر للسيف وارتبط بإيه إلى آخر الأمور دي كلها آيات السيف والذبح في الأنجيل الأربعة وأنا أحطها قدام حضراتكم أول آية وهفصلها أيضا هاتكلم عنها بالتفصيل مع أننا يعني شرحناها واتشرحت مننا ومن غيرنا مرات ومرات 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 بس غالبا الأخوة المسلمين لا بيسمعوا ولا عايزين يقتنعوا كويس هو عنده مشكلة كبيرة فعايز يتهم المسيح باتهام علشان يبقى يعني الرسول الإسلام لا يختلف شيئا عن المسيح وده حاشة طبعا أول آية لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا وإن ربي سأتكلم عن السيف في هذه الآية لا نخفيها بل هي موجودة أهي كويس لكن ماذا تعني في متى ستة وعشرين وفي مرقص أربعتاشر وفي لؤة تمين وعشرين وفي يحنى تمنتاشر يعني في الأربع نجيل ذكرت هذه الرواية وإذ واحد من الذين مع يسوع اللي هو بطرس مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون يعني رب يسوع انتهر بطرس على فعلته لكن بطرس عمل طلع سيف وأطع عبد رئيس الكهنة طيب ورب يسوع طبعا شفاه بيحنى 18 رب يسوع وضع يده ورد له أذنه في لؤة وأصحاح اثنين أيضا آية بتسكن لنا سيف وأنت أيضا دا كلام سمعان الشيخ للعذراء المطوبة مريم يقول لها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة وهنا طبعا السيف إشارة إلى الألم النفسي الذي ستكتاز فيه العذراء مريم نتيجة صلب المسيح وموت فالسيف هنا كلامة مجازية وأنت أيضا يجوز في نفسك عذراء مريم لم يخترقها سيف مادي لكن هو يتكلم عن الألام النفسية التي ستكتاز فيها كأم نتيجة صلب وموت المسيح في لؤة 21 وفي عدد 24 ويقعون بفم السيف ربنا يتكلم عن خراب أرشالين وإيه الله يحصل عندما يأتي الأعداء ويحاصر المدينة ويهلكوها إلى أخ ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم وتكون أرشالين مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم يكون في سيف مدينة تبقى محاصرة الناس هتموت في لؤة 22 ثم قال لهم رب بيكلم تلميزه هنا وهو هنا في العشاء الأخير معهم قبل أن يتم القبض عليه وربي يسوع حبي ذكر تلميزه بعض الأشياء فقال لهم إيه ثم قال لهم حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحزية هل أعوزكم شيء لما أنا بعتكم للأمم وقلت لكم روحوا وكرزوا للأمم وأقيموا موتى واشفوا مرضى أنا أرسلتكم بلا كيس وأرسلتكم بلا مزود وأرسلتكم أيضا أرسلتكم حتى ما تاخدوش يعني الفكرة أنه لا أحزية مش معنا أنه كان ماشي حافي لكنه ما ياخدش معاه إكسرا ما ياخدش معاه حزاء تاني هل أعوزكم شيء هل يحتاجت لشيء قالوا له لا فقالوا لا فقال لهم لكن الآن يسوع هنا بتكلم على مرحلة جديدة لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليابع ثوبه ويشتري سيفا لأني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب وأحصي مع أثمة لأن ما هو من جهتي له انقضاء فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان فقال لهم الرب يسوع يكفي هل الرب يسوع اكتفى بالسفين وإزاي سفين موجودين مع تلميذ هيدفع بهم عن نفسهم ولا كلام المسيح هنا له معنا آخر وكلمة يكفي يعني لما لما تقول حاجة لحده ما يفهمكش يقولك خلاص كده كفاية طب ماشي كفاية هل دا معنا كلام المسيح ونتكلم عنه أما الآية بقى الذين يعني يرددونها من هنا ومن هناك البعض وهي آية موجودة في إنجيل لو أصحاح 19 وعدد 27 أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي ولك شاف المسيح المسيح اللي أنت بتقول عنه أنه هو رجل سلام بيقول هاتوا أعداء دول قدامي هنا واذبحوهم قدامي أمامي فكيف تقول أن يسوع لم يكن رجل حرب وهنا يقول أن أعداء هؤلاء هتوهم واذبحوهم قدامي ومن قائل هذه العبرة وفي أي سيقق قيلت وهل فعلا يسوع في حياته جاب أعداءه ودبحهم هل عندنا هذه الحادثة هل دبح حد هل أتى الحد يعني إذا كان السائل مجنون فاللي بيجاوب مفروض يبقى عائل طير ناخدها واحدة واحدة لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا ماذا كان يسوع يقصد بهذا الكلام هل جاء يسوع بسيف فعلا كان يحمل سيفا معه وهل جاء ووزع سيوف على تلميزه وأعطى تلميزه أن يحمله سيف وهل أعطى لأدباعه أيضا أن يحمله سيوفا ما دي مشكلة المسلم مشكلة أنه بياخد الآية ويجردها من سياقها ويعمل نفسه أنه فاهم ويقولك أهو مع أنه اللي بيقوله يتعارض مع كل حياة الرب يسوع نقرأ هنا أنا حطيت هنا لؤة وماتة النصين اللي جيف ماتة والنص اللي جيف لؤة حطيتهم قدام حضراتكم هنا علشان نعمل نوع من المقرنة ونفهم شوية إيه اللي بيقوله رب يسوع سياق الكلام سياق الكلام بيقوله رب يسوع هنا لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت ده السيف اللي بيكلم عنه بقى هنا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه وزي ما السيف بيفرق وهيسو بيقسم رب يسوع بيقول أنه إرساليته إلى العالم هيكون فيه نتيجتها تفرقة تفرقة ما بين الإنسان وأبيه ما بين الإبنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته يعني الإنسان هيصبح أهل بيته بدل ما يبقوا معددين ليه هياخدوا موقف العداء منه من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويدبعني فلا يستحقني يمكن هنا هنوضح أكثر من لؤ جئت لألقي نارا على الأرض مالش سيفا فماذا أريد لو اترمت ولي سبغ أستبغ أستبغها وكيف أنحصر حتى تكمل أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض كلا أقول لكم بل انقساما يعني السف اللي بيكلم عنه الرب يسوع هو معناه انقساما لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة ينقسم الأب على الابن والابن على الاب والأم على البنت والبنت على الأم والحمى على كنتها والكنة على حماتها يبقى السف اللي بيكلمه هنا الرب يسوع عنه هو سف مجازي بيقول نتيجة اتباعكم لي نتيجة اتباعكم لي ووضعكم لي كأول كل شيء في حياتكم هترفضوا هترفضوا من أعرب الناس ليكم هترفضوا من أهليكم هترفضوا الابن هيرفض من أبي والابن هترفضوا من أمها وديا كل قصة عابر من الإسلام الآن إلى المسيحية تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من الذين عبروا وعرفوا شخص يسوع المسيح من خلفية إسلامية أهليهم أصبحوا أعداء ليهم الأب رفض ابنه والأم رفضت ابنتها ده اللي بيحصل ده معنى كلام يسوع ده معنى كلام يسوع عندما يختار الإنسان المسيح ويضع المسيح أولا في حياته لن يكون هذا مقبولا لدى البعض ده في أسر في مصر تقول لولادها تقول لولادها أنا عندي أن أنت تلحد أفضل من أنت تؤمن بالمسيح ممكن تلحد وتقعد في البيت معانا بس لو قبلت المسيح أنت برا البيت ودي حالات كتيرة أنا بقول تسعة وتسعين وتسعة من عشرة وياما أهالي قاموا على أولادهم سلموا أولادهم للأمن البعض ضرب أولاده البعض حطوهم وقفل عليهم أوضى البعض أتلهم نتيجة اتباعهم للمسيح ده معنى سيف جئتوا زي ما قولي رب أنه جئتوا لقلقي سلاما لا 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 أنا ما جئتش لقلقي سلاما نتيجة اتباعي هيكون هناك من يتبعني ومن يبغد من يتبعني النور هيكون موجود لكن الظلمة هتحاول نكتوت في النور أنا عارف أنه عدد كبير من مشاهدين قناة الحياة من خلفية إسلامية بل غالبية الخدام في القناة الحياة من خلفية إسلامية وأعرف كثيرين أعرف كثيرين يعني أهليهم منعوا أن هما يشوفوهم حتى في لحظات مردهم وقبل انتقالهم وموتهم أخرج من البيت أنا لا أعرفك لنت ابننا ولنت بنتنا ده ده اللي حاصل وده معنى كلام يسوع فهمته يعني إيه الرب يسوع لم يأتي لكي يلقي سلاما بل سيفا ده المقصود مش معنى كده أنه هو بيقتل في الناس ولا بيحمل سيف ولا بيدعو للعنف ولا بيدعو للإنتقام ده حتى رسالة المسيح لهؤلاء الذين رفضوهم والديهم ما زالت زي ما هي اكرم أباك وأمك اكرم أباك وأمك أنا أعرف البعض بيشتاء أنه يقبل رجل أمه بس ما يقدرش ما يقدرش عشان كده لما نيجي لحقائك عن رب يسوع ونعرف أنه رب يسوع في حياته كلها من أول حياته كلها الآخر حياته كان الرجل سلام ده الملائكة عند ميلادي قالت المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة دلوقات اثنين المسيح علم أيضا أتباعه وقال لهم توبة لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون توبة يا لسعادة صانع السلام مش يا لسعادة حامل السيف بل يا لسعادة صانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون عشان كده لا تظنوا أن جئت الألق سلاما على الأرض ما جئت الألق سلاما بل سيفا لابد أن تفهم في سياق كلام الرب يسوع عن نتيجة اتباعية المؤمن له نتيجة أنه إنسان يختار المسيح كرب ومخلص هناك ثمن بيدفع السيف هنا يفهم مجازيا وليس حرفيا فكما أن السيف يفصل ويقسم كذلك اتباعهم للمسيح سوف ينتج عنه انقسام في الأسرة الواحدة ده اللي بيحصل طيب أخذ الأخت فريال من إنجلترا ألو أهلين بيك أخت فريال الله يخليك تسلم حضرتك حتكفي ووفيته حتكفي عن الموضوع رب يباركك بس حبنا أقول للأخوة المسلمين أنا أستشهد من قرآن قرآن يقول اسمة المسيح من الخطية يعني أنه المسيح غلاما زكيا ومعنى الغلام الزكي إنه كل المفسرين العلماء أجمعوا مثل الطبري والرازي والزمخشري قالوا إن كلمة زكيا تعني صافيا ونقيا وبلا خطيئة ولا توجد آية في القرآن واحدة تبين إن المسيح طلب الغفران من الله فقد عاش معصوما من الخطية وبريئا من كل الذنوب طيب إذا هم من قرآن يشهدون بأنه هو معصوم من الخطية كيف هو يقتل والقتل خطية بس حاب أقلم بعض الشواهد لما المسيح له كل المجد في متى عشرة عدد أربع عشرين خمسة وعشرين لما قالوا لقبوا الفريسيين بعلى زبول بعلى زبول هو يعني معنى رئيس الشياطين فهل حمل السيف وقتلهم لما المسيح يستوع له كل المجد جاء يهوذى الأسخريوطي وأسلمه بقبلة فماذا قال عنه قال له يا صاحب يا صاحب هل حمل سيف وقتله وجاء حتى يسلموا للرومان وأيضا المسيح له كل المجد لمن أرسل التلاميذ تبعوا قل لم يذهبوا إلى كل قرية ولما تدخلون إلى البيت سلموا عليهم وإذا كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فيرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة ونفضوا غبار أرجلكم وبعدين حيكون ذيك القرية مثل سدوم عمراء يعني الدينونة فقال لهم إذا ما حد قبلكم اقتلوه محمل السيف إما هو هو النبي محمد من يوم الولد في يده السيف وفي فمه السيف وإلى ما مات هو في يده السيف وجاء بالقتل هو قال جئتكم بالزبح جئتكم بالزبح فلا يشبهون الظلمة بالنور ولا يشبهون الموت بالحياة الأبدية والخطايا وكسر قداسة الله ووصايا الله بالإله القدوس المسيح هو الله اللي بدون خطيئة الله الظهر بالجسد لكن ماذا نقول مثل ما يقول أخونا أشرب بالعادة إفادة الرب لك يا رب يرحمكم ويستحيوكم ويخلصكم ويعرف تعرفون الحق والحق يحرركم وتعرفون من هو الطريق والحق والحياة الرب يسوع المسيح له كل المجل أمين أخت فريال أشرف الرب يباركك ويحافظ عليك أمين والرب يباركك وبنسعد دايما بمدخلتك ومشاركتك معنا أنا زي ما قلت إنه دي قصة اللي قاله الرب يسوع هو فعلا قصة كل عابر وعابرة النهاردة مش بس من النهاردة مش بس من النهاردة من أول ما بدأ الإيمان المسيحي من أول ما بدأ الإيمان المسيحي طيب نيجي للآية التانية يقول لك أهول المسيح قال لتلاميذه أمر تلاميذه إنه يشتروا سيف في لؤة 22 وفي عدد 36 إلى 37 وزي ما قلت إنه القرينة هنا هي الرب يسوع مع تلاميذه في العلية في العشاء الأخير أو الأحاديث الأخيرة قبل أن يتم القبض عليه وتبدأ محاكماته وصلبه فقال لتلاميذ كان هناك في مرحلة أنتوا أشتوها معايا لكن سوف تبدأ مرحلة جديدة المرحلة اللي أشتوها معايا قال لهم حين أرسلتكم فيما تعشب نقرر عن الإرساليته للتلاميذ حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحزية هل أعوازكم شيء؟ أنا لما بعتتكم هل أنتوا أحتاجتوا حاجة؟ قالوا لا ليه لأنه رب يسوع كان بيسدد كل احتياجاته وكان بيدبر كل احتياجاته وهو موجود معاهم بلهم فقالوا لا فقال لهم لكن الآن وهنا it's transitional يعني مرحلة مرحلة بينتقل لها أما الآن في مرحلة جديدة هذه المرحلة جديدة لن أكون معكم هذه المرحلة جديدة سوف يتم القبض علي فيها هذه المرحلة جديدة سوف تواجهون تحديات وألام ومعاناة كثيرة هذه المرحلة جديدة تختلف عن الثلاث سنين اللي أنتوا أضطوها معايا لكن الآن من ليس من 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 له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبيع ثوبه ويشتري سيفا طب هوا ليه التلاميذ ما اشتروه السيفا كلام الرب يسوع ليه تاريخ الكنيسة كله بيؤكد لنا أنه ما فيش واحد من تلاميذ المسيح أو من أتباع المسيح أو من المؤمنين الأوائل كان بيشتري سيوف ويبيع سيوف للمؤمنين وما ليه المقصود الزاد الكيس والزاد والثوب والسيف أو الخنجر دي كلها كانت إعداد لأي شخص بيسافر من مكان لمكان لما شخص يسافر من مكان لمكان كان لابد أنه يعيد هذه الأمور وكان الرب يسوع بيقول لهم أنا عايزكم تستعدوا لفترة صعبة جيالكم فترة لن أكون أنا معكم بالجسد أكون معكم بالروح لكن لن أكون معكم بالجسد فترة فيها ينقلب كل الأمة اليهودية ضدكم فترة فيها ستارو أيضا الرومان ينقلبون ضدكم فأنا عايزكم تبقوا مستعدين نفسيا وزهنيا وروحيا لهذه الفترة عاش كده لما يكلم الرب يسوع عن سيف هو لا يقصد سيف هو يقصد أنك تكون مستعد أنك تكون عندك استعداد أنك تحتمل الألام كجندي صالح ليسوع المسيح لأني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب وأحصي مع أثم يعني ربي يصعب يقول لهم أنه أنا بقول لكم الكلام ده علشان أنا لازم هيتم في المكتوب أن أحصي مع أثم أن أصلب لأن ما هو من جهتي له انقضاء فالتلاميذ فيه مو غلط فقالوا له يا رب هو ذا هنا سيفان عارف لما تتكلم في موضوع ويرد عليك في موضوع آخر لما تقول يعني زي ما احنا نقول دايما نقول العربي نقول كذا يقولك كذا يعني فالرب مش بيكلم عن سيف ما دي نقول له مثلا تور يقولك احلبوا عاجة زي كده لكن الرب مش بيكلم عن موضوع ده الرب مش بيكلم عن سيف لأنه في نفس الوقت بعدها بساعات بعد الكلام ده بساعات معدودة الرب انتهر بطرس وقال له حط سيفك في غمدك لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون يعني انتهر بطرس على انه رفع السيف ومال بيتكلم عن ايه هنا تلميس فيه مسيف مادي واش كده ربي يسوع علهم ايه enough كلام كفاية كلام لما تكون بتقول حاجة بعمق لشخص نفسك انه يفهمها ويفهمها غلط تقوله كفاية خلاص خلاص كفاية يعني نقطنا بسكاتك نقطونا بسكاتكم لانكم فهمتوا غلط رب لم يتكلم عن السيف وعلى حمل السيف ولان التلاميذ يبيعوا ويشتروا سيف رب كان يتكلم عن اعدادهم واستعدادهم لفترة صعبة قادمة وكيف اعد التلاميذ انفسهم كيف هل قاموا بقتل اليهود هل دفعوا عن يسوع المسيح حاملين السيوفا ما حصلش ما حصلش يبقى اكيد الكلام اللي قاله يسوع لمعنى تاني مش معنى الحرف سيفا كجند صالح انك تكون مستعد لمواجهة الالام والمعاناة ده اللي قصد رب يسوع كان رب يسوع عمره معلم تلاميذ ولعمر حث تلاميذ على حمل السيف رب يسوع بيقول لتلاميذ ان مرحلة جديدة سوف تبدأ فهو يعد تلاميذ نفسيا للوقت الصعب وقت صلبه وموته وعدم وعدم عندما كان معهم وارسلهم ليبشر لم يعوزهم شيء اما الان اما الان فسوف تبدأ مرحلة جديدة مرحلة يجب فيها ان يكونوا مستعدين السؤال المهم والذي هم من هنا ماذا قصد الرب يسوع بهذا الكلام زي ما قلت لحضركم هل قصد به حرفيا ان التلاميذ يبيعوا اثوابهم ويروحوا يشتروا بتمن الاثواب يشتروا بها السيف ما حصلش ما حصلش طبعا لا لان هذا يتعرض مع انتهار الرب يسوع بعد ساعات بعد ساعات يعني قصيرة جدا بعد فترة قصيرة الرب انتهر بوترس وقال له لما قال له كده رد سيفك الى مكانه لان كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون لا توجد علاقة بين المسيح والسيف نهائي وبيستخدم الرب يسوع السيف بطرق مجازية كثيرة جدا وليس بصورة حرفية وعلى المسلم ان يفهم كده لانه التاريخ بيقول لنا كده والاناجيل بتقول لنا كده وحياة المسيح بتقول لنا كده وكنيسة الاولى كلها شهدت على كده ان يسوع لم يكن محاربا حاملا سيفا او غازيا لم يقم المسيح ب27 غزوة لم يغزو على مدن ولم يغزو على اسر ولم يأخذ شيئا طيب اما اعداء اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فأتوا بهم الي هنا واذبحوهم قدامي ويجي المسلم والاك اهو هذه هي كلمات المسيح المسيح بيقول في انجيل وفي اصحاح 19 وفي عدد 27 اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي زي النصاب الكبير احمد داد خيس اقتبس هذه الكلمات اقتبس هذه الكلمات ونسمع الفيديو الي بيقول فيه هذه العبارة ان الرب يسوع او المسيح من قائل هذه العبارة هل قالها هتلر ام قالها محمد ام قالها كالي ماركس ولا ولا قالها المسيح نسمع كلام خلق خلق تبالكم جيسوس كريست اه يعني ريت نعيده مرتين لانه في التكرار تسكر او ده زي النصاب ده نصاب كبير كويس هذا النصاب الكبير لم يقرأ القرينة لم يقرأ ولم يعرف اذا كان يسوع هو القائل ام ان يسوع يقول هذه العبارات على اللسان احد اخر وهو يعلم جيدا ان حياة المسيح حياة المسيح لم يكن فيها قتل الاعداء وذبح للذين خالفوه نهاي لكنه نصاب بيتحك على الناس فبيعمل ياخد الاية وينزعها من سياقها ويقول لك جيسوس قال يسوع قال طيب خلينا مع الكذاب لحد باب بيته ما ورناش حاجة الاية دي جاد في كلام الرب يسوع في لقى 19 وفي لقى 19 ما نقرأ يقول لنا هذه الكلمات وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا يبقى الرب يصعب تكلم هنا ايه مثل من اشهر الاسليب التي اتبعها المسيح في التعليم كانت الامثال فلم يوجد احد في التاريخ علم بالامثال كما علم يسوع المسيح كويس فالرب يسوع ضرب ليهم مثل مثل والمثل هو غرضه ان يقدم لنا حقيقة واضحة الرب عايز والصلاح يقول لانه كان قريبا من ارشليم وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيدا ان يظهر في الحال الناس كانت بتفكر انه رب يسوع وقريب من ارشليم وانه ملكوت الله بقى وملك الله وسلطان الله وترد للأعداء وضحض للرومان واعلان ملكوته هي تظهر في الحال فقال انسان شريف الجنس انسان شريف مسؤول رويل طبع الملكة يعني حاكم انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع كويس فدعى عشرة عبيد له هو كان رايح يعلن ملكه في حتة كويس زي ما حصل مع هيروديس هلوديس راح روما وروما اعطته السلطان انه يرجع ويصير ملك على على ارشليم كويس هكذا كانت الامور فهو راح قبل ما يروح علشان يأخذ ملكا كويس لنفسه جمع عبيده واعطاهم عشرة امناء عشر وزنات وقال لهم تاجروا حتى اتي واحد صاحب بيزنس كبير قال لهم انا مسافر ومش عارف هرجع امتى فانا هوزع عليكم يعني فلوس تتجروا بيها لحساب كويس تجروا حتى اتي واما اهل مدينته اهل المدينة بتاعته فكانوا يبغضونه كانوا يبغضوا مين هذا الشريف الجنس فارسلوا وراءه سفارة قائلين بعد الرسل ارسلوا وراءه بعد الرسل قالين لا نريد ان يملك علينا انا مش عايزين ان هذا يملك علينا مش عايزينه لا نريد ان يملك علينا فالناس دي خدت موقف العداء منه الناس دي رفضت ان يملك عليهم هذا الشريف لكنه لكنه اعطى لعبيده الوزنات ولما رجع بعدما اخذ الملك راح وريفر راح فين القيصر الكبير اعطى السلطان ولبسه الخاتم وجعله ملك وقاله انت تبقى ملك على المنطقة دي ولما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف بماذا بماذا تاجر كل واحد فجاء الاول قائلا يا سيد مناك ربح عشر امناء فقال له نعم ايها العبد الصالح لانك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشرة مدن ده اول عبد كان امين جدا قال انت اديتنا عشرة انا تجرت بهم وكسبت عشرة وآدي العشرين بتوعك فقال له نعم ايها العبد الصالح انت كنت امين في القليل ولانك اظهرت امانة انا ها اقيمك مسؤول على عشر مدن ده مثل انا متكلم في كله ده مثل كويس ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل خمسة امناء فقال له ايضا له ايضا لهذا ايضا وكن انت على خمس مدن فانت اديتني خمسة عمل خمسة وقادي كل لك فالملك قال له انت صالح انا اقيمك على خمس مدن ثم جاء اخر قائلا يا سيد هو ده المناك الذي كان عندي موضوع في منديل الرزمة بتاع الفلوس اللي انت اديت هاني انا لفتها وحطتها في المنديل طب ليه لفتها وحطتها في المنديل لاني كنت اخاف منك اذا انت انسان صارم ده مثل احنا كل ده مثل تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع فقال له من فمك ادينك ايها العبد الشرير عرفت اني انسان صارم اخذ ما لم اضع واحصد ما لم ازرع فلماذا لم تضع فضتي على مائدة السيارفة فكنت متى جئت استو فيها معربة انت عرفت ان انا الفلوس دي انا بحب انها تكبر وانت عارف كده كويس طب ليه اخفتها عندك اقل حاجة كنت عملتها انك شغلتها فلما كنت ارجع ما لقاش نفس المبلغ المبلغ دو كبر ثم قال الحاضرين خذوا منه المناء واعطوها للذي عنده العشر امناء فقالوا له يا سيد عنده عشرة لاني اقول لكم ان كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يأخذ منه كل انسان عنده وتاجر هيعطى اكتر اما كل انسان اخذ وزنات واخفاها ولم يتاجر بها فلن يأخذ شيئا طيب اما اعداء دول الذين رفضوا ان املك عليهم ده الشريف الشريف اللي بتكلم مش رب يسوع اما اعداء الذين رفضوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدام يقول ان هناك وقت للدينون ده لا عايز يقول الرب هناك وقت للمحاسبة وهناك وقت للدينون الرب يسوع لم يأتي بال اعداء واذبحهم الرب يتكلم على لسان هذا الملك الارضي الذي سوف يملك وبيقول ان ده مثل فان كما ان هذا الانسان يتعامل مع الاعداء بهذا الشكل ايضا الله الذين رفضوا ان الرب يملك على حياتهم سيكون لهم هلاك ابدي طيب ناخد مدخلة اخ امجد من العراء وارجع مع حضرتكم الو الو لسه موجود معنا اه طيب ممكن حضرتك تحاول تتصل بنا تاني طيب الرب يسوع ما بيتكلم بيتكلم بكل وضوح بكل وضوح بيقول يا جماعة ده مثل فقائل هذه العبارة ليس الرب يسوع الرب يسوع بيقولها على لسان هذا الملك هذا الملك ماذا يفعل بالذين رفضوا ان يملك عليهم ان اعاقبهم طيب انت بقى كيهود ماذا يفعل الرب معكم لانكم رفضتم المسية ماذا يفعل الرب معكم لم يقف يسوع على ابواب ارشليم ويبكي عليها ويقول لها يا ارشليم يا ارشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاج فراخها تحت جناحيها ولكنكم لم تريدوا وبعدين يقول لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا انت بتفكر اخويا المسلم ان انت ترفض المسيح كويس بدون ان يكون هناك عقاب ابدي عندما تفكر ان انت ترفض خلاص الله في المسيح يسوع وما يكونش هناك دينونة ابدي ان الذين يرفضون ملك الله عليهم سيعاقبون هذا الكلام قاله يسوع على لسان هذا رئيس الانسان شريف الجنس فاذا كان الملك الارض بيفعل هكذا فما بلنا بالله نرفض الله ونرفض خلاصه ونرفض فداءه في المسيح يسوع ما هي نتيجة لكل هذا هلاك ابدي لان من ليس له الابن ليست له حياة لان رب يسوع قد جاء لكي يكون لنا حياة ويكون لنا أفضل ولا يمكن لي أن أختبر الحياة الجديدة والأفضل إلا عن طريق قبولي للرب يسوع المسيح والإيمان به وبعمل الكفار حياة المسيح تخلو من العنف الرب يسوع هنا يقول كلمات هذا الملك الأرضي الذي يقول أما أعداء الذين رفضوا أن أملك عليهم أعداء الذين رفضوا أن أملك عليهم وهنا ده كان معروف أنه أي ملك المعارضين لي كان بينه عليهم ده عادي لكن الرب يسوع لم يقل هذه الكلمات عن نفسه أنه هو بيعمل كده الرب يسوع هيعمل كده مع الأشرار عندما يأتي في مجيء التاني للدرجة أن الأشرار كما نقرأ عنهم في رؤية أصحاح 6 يقولون للجبال اسكوتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش عندما يأتي الرب يسوع في مجدو عندما يعلن الرب مجدو عندما يعلن الرب سلطانه عندما يأتي في مجيئه التاني لن يكون للإنسان فرصة أخرى للتوبة أو للرجوع هيكون الإنسان ضيع كل فرص التوبة وكل فرص الرجوع وقتها لن يجد الإنسان إلا الدينونة الأبدية والهلاك الأبدي هي دي رسالة المسيح لكن في مجيء الأول لم يحمل سيفا في مجيء الأول لم يدعو بالسيف ولم يحر التلاميذ على حمل السيف ولم يوجد في حياة المسيح أي آية نقرأ عنها أن المسيح كان يحمل سيفا زي الفيديو الثاني اللي فيه واحد بيقرأ الآية دي ويقول لك المسيحيين بيؤمنوا أن المسيح جاء بالسيف نسمع الفيديو رقم اتنين نرجع نعلق عليه من الأقوال المنسوبة إلى السيد المسيح في الإنجيل لا تظن أني جئت لإلقي سلاما على الأرض ما جئت لإلقي سلاما بل سيفا فإني جئت ليفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته طبعا المسيحيين يؤمنون بهذا الكلام أن السيد المسيح جاء بالسيف أنا مش عارف قبع عمني المسيحيين يؤمنون بهذا الكلام الذي هو أن المسيح قد جاء بالسيف إحنا بنؤمن بكده تمتعرفش حاجة عن إيمان النهائي إحنا بنؤمن أن المسيح قد جاء بالسيف إحنا بنؤمن أن رسالة المسيح بتفرق وده معنى السيف أحبائي لا يمكن أن يكون هناك خلطة ما بين النور والظلمة لا يمكن يقول كده النور الحقيقي قد جاء للعالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة واحدة من أعمال النور أنه يوبخ الخطيئة يظهر الخطيئة والمسيح قد أظهر شر الإنسان وخطيئته وكل من يتبع المسيح بينضم إلى النور الحقيقي فبيصير هو أيضا نور العالم زيما أن المسيح قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة قال أيضا لنتلميزه أنتم نور العالم لكن للأسف الشديد أن العالم في خطيئته وفي ظلامه وفي جهله يرفض النور العالم النهاردة بيحاول يطلع ربنا من كل شيء لو يستطيع أن يمحو اسم الله من الوجود هيعمل كده في الجامعات في المدارس بالأماكن العامة هناك عداء شديد لله هذه هي الظلمة هذه هي الظلمة والظلمة تريد أنها تطفئ النور والظلمة تبغد النور عشان كده كل إنسان اتبع المسيح هو انتقل من الظلمة إلى النور ولأنه انتقل من الظلمة إلى النور فالعالم المظلم بيبغده زي ما قلت لحضراتكم بعض الوالدين يقولوا احنا ممكن نقبل ابننا أو بنتنا يكون ملحد لكنه مش مسيح إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة لأن الظلمة تبغد النور أما كل الذين قابلوه هؤلاء الذين قابلوه اختاروا المسيح عن العالم ومحبتهم للمسيح أكبر بكتير من محبتهم لأهلهم صعب جدا أنك تقطع العلاقة ما بين الأهل الروابط دي صعبة جدا تقطع لكن للأسف أوقات إبليس بيقطعها لأنه بيبغد الظلمة يعني يعني لما يقولك أنه أنا عايز ابني يكون ملحد بس ما يكونش مسيح طب أيهم أفضل لو أنت في نظرك اللي اتنين هالكين طب ما هو أحسن المسيح على الأقل عنده تعليم ومبادئ كتابية رائعة لحياته يقدر يعيش بيها يعني يعني لكن إزاي الناس بتفكر وإحنا زي ما قلت أنه دي قصة كل إنسان عابر كل إنسان عبر من الظلمة للنور بيختبر أنه إزاي إيمانه بالمسيح جعل هناك سيفا فاصلا بينه وبين أحبائه المتعصبين الرفضين لإيمانه بالأخص في العالم الإسلامي بالأخص في العالم الإسلامي لما لما الوالدين يرفضوا ابنهم أو بنتهم لما الوالدين يسلموا أولادهم لأمن الدولة لما الوالدين والأحباء يعني يتمنوا إنه يدفنوا أحياء من إنه يآمن بالمسيح أليس هذا سيفا وهذا هو معنى كلام المسيح إنه ما جئت لألقي سلاما جئت لأفرق لأفرق ليه لي أفرق ليه لي أفرق لأنه محدش أبدا هيتبع المسيح من كل قلبه والعالم هيحبه لأن كل الذين يريدون أن يعيشوا بالبر والتقوى يضطهدون كل الذين يريدون أن يعيشوا بالبر والتقوى يضطهدون لأن العالم في شره وفي ظلامه يبغد النور وهيظل هذه البغضة إلى أن يأتي المسيح في مجيءه الثاني يا بغت من وضع المسيح أولا يا بغت من حمل صليبه وراء المسيح وصار في نفس الطريق وعاش مع المسيح إلى النهاية إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم